حركة النهضة التونسية قد يكون من الصعب عليها النهوض بقوة بعد الآن ولسيما بعد أن بدأت تتآكل داخليا إثر كثرة أصابع الاتهام المشيرة إليها فيما يتعلق بغضايا فساد أثناء استحواذها على البرلمان والحكومة الأمر الذي شكل تهديدا للأمن التونسي خاصة بعد ورود تقارير عن تعاملاتها المشبوهة مع تنظيمات إرهابية ومن أبرز التهم التي وجهها القضاء التونسي لقيادي ورموز حركة النهضة تورط بعضهم باستلام تمويلات خارجية وتسخير القضاء لتحقيق مآربها الحزبية وتزوير وثائق رسمية علاوة على تمويل تنظيمات إرهابية لتهدد كل هذه التهم مستقبل الحركة في المشاركة بالحياة السياسية للبلاد وعندما تكون هناك محاسبة حقيقية للأحزاب وفقا للقانون فمن الطبيعي أن يتم حل كل حزب تورط باستقبال أموال أجنبية للاستفادة منها خلال الفترة الانتخابية ما يؤثر على سيادة القرار الداخلي ويعتبر استغلالا لإرادة الشعوب وتسلقا على القوانين والأنظمة لتحقيق مآرب ومخططات خارجية تعمل على تشويه المشهد السياسي في البلاد إذا كانت هناك عزائم صادقة في هذا البلاد يحل تبعا حزب حركة النهضة ويحل كل حزب سياسي تصعد إلى سلم الحكم أو مر إلى سلم الحكم بأموال أجنبية خاصة التمويل الأجنبي هو أخطر الجرائم الانتخابية لأنه فيه خيانة عظمى للوطن لأنه فيه ذحك على إرادة الشعب التونسي لأنه فيه كل ما من شأنه أن يدمر المشهد السياسي في تونس وفي إطار اتهامات وجهت لقياديين بالنهضة تهي منور الدين البحير بالسيطرة على الجهاز القضائي بما يخدم الحركة أثناء استلامه منصب وزير العدل فيما أحالت النيابة العامة مطلع شهر الجاري 19 مرشحا سابقا في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2019 إلى التحقيقات العاجلة بتهمة جرائم انتخابية بينهم عدد من قيادات النهضة كرئيس الحركة راشد الغنوشي إلى جانب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وفي حال خروج حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي فإما أن تشهد البلاد استقرارا أمنيا مغايرا لحالة الفوضى خلال العقد الماضي أو أن تعود الفوضى السياسي المترافقة مع حالة من العنف كرد فعل سلبي من النهضة ما يجعل البلاد عرضة للهجمات الإرهابية والتدخلات الأجنبية وفق بعض المحللين إن حل حزب حركة النهضة فعلا وكانت هناك عزائم صادقة واستجابت لمطالب الشعب التونسي الذي لا يريد الإخوان في تونس فسوف نرى إما السيناريو الأول أن يكون الحال أفضل بكثير الحال الأملي مما عشنا في هذه العشرية السوداء أو أن تكون هناك عمليات إرهابية مثلا أو أن تكون هناك عدم استقرار سياسي أو أن يكون هناك تحريض المجتمع التونسي وتقليبه على بعضه البعض وهذا ما تعودناه من حركة النهضة في العقود الماضية من الزمن ويلقي الوضع المتأزم لقيادات النهضة بتداعيات على المستقبل السياسي للحركة نتيجة تراجع القاعدة الشعبية لها وتلاشي تأثير الكتلة البرلمانية لها بعد الاستقالات الجماعية التي شهدتها منذ أشهر وما سبق ذلك من تأثيرات الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد التي قضت بتجميد البرلمان ورفع الحصان عن أعضائه كل تلك المؤشرات توحي بالنائب النهضة عن المشاركة في مستقبل تونس السياسي يقال أن القضاء حر